اشتركوا في القناة امير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وعدد من كبار المسؤولين في مملكة البحرين لبحث سبل تنمية وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين كما كان في وداع صاحب السمو السيد ديازن بن هيثم بن طارق السعيد لدى مغادرته مملكة البحرين سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وعدد من كبار المسؤولين